سورة إذا قرأتها ثلاث مرات تحقق لك كل ما تتمنى جربها الآن وسترى المعجزات وتحقق وتحقق لك المستحيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين عزاء المتابعين أسعد دائما بالتواصل معكم يا رب دائما تكونوا بخير وافية تم الصحة والعافية دائما يا رب عزيز المشاهد سورة تقرأها قبل النوم ثلاث مرات وفي الصباح بإذن الله سبحانه وتعالى ستجدع حوائجك مهما كانت بإذن الله ستحقق لك الأمنيات والأهداف والرغبات بإذن الله سبحانه وتعالى لو كان عندك دين تريد قضاء هذا الدين بإذن الله سيجدع إن كنت تريد الزواج بإذن الله سيرزقك الزواج ويرزقك الله بالزوج الصالح بإذن الله سبحانه وتعالى لو كان عندك أمور تعطلت بسبب معين أو بسبب العين أو الحسد أو التعطيل بإذن الله ستفك عليك هذا النحس وهذا التعطيل ويرزقك الله بالرزق الكثير والمال والبركات والخيرات بإذن الله سبحانه وتعالى وتجلب الرزق والحظ وتعطل عليك الأمور النحسية والعقوسات بإذن الله جل وعلا فهي فائدة مجربة وقوية بإذن الله سبحانه وتعالى ومن الطرق القوية جدا بإذن الله من فعل هذه الطريقة واستمر عليها بإذن الله جل وعلا ستبكي من الفرح من الأرزاق والبركات التي ستنزل عليك وسترى النحوسات والعقوسات التي كانت عندك قد زالت بإذن الله سبحانه وتعالى لو عندك تعطيل في الزواج لو عندك تعطيل في الأرزاق لو عندك تعطيل في العمل تعطيل في أمور حياتك كلها تعطيل في أمور التجارة أو غير ذلك من أمور الحياة التي تسبب التعطيل والنحس والتابعة بإذن الله ستزول عنك كل هذه النحوسات والتعطيلات فقط أن تكون صادق مع الله سبحانه وتعالى وأن يكون يقينك بالله قويا جدا وتحسن الظن بالله جل وعلا وكن على يقين أن الله سيعطيك ما تتمنى أما هذه الطريقة فهي قوية جدا ومجربة بإذن الله سبحانه وتعالى فقط شاهد هذا الفيديو للآخر وطبق ما سأقوله لك في الفائدة وأنت سوف ترى بنفسك ويعطيك الله ما تتمنى وتتغير حياتك 180 درجة بإذن الله وتبكي من الفرح والسرور والسعادة بإذن الله سبحانه وتعالى وعلى بركة الله نبدأ في شرح هذه الطريقة بسم الله الرحمن الرحيم قبل أن تنام تتوضى ودوء أكل الصلاة وتصلي رقعتين لله جل وعلا قيام الليل بنية قضاء الحاجة وتفريج القروبات وتحقيق الأهداف والأمنيات والرغبات ثم بعد ذلك تبقى في مكانك مستقبل القبلة ثم تحمد الله ستة وستين مرة وتقول الحمد لله رب العالمين ستة وستين مرة ثم بعد ذلك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ستة وستين مرة بالسيغة الإبراهيمية وتقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد تقولها بهذه الصيغة ستة وستين مرة ثم بعد ذلك تستغفر الله ستة وستين مرة فتقول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. تقولها ستة وستين مرة. ثم بعد ذلك تستغفر الله سبع مرات بهذه الصيغة التي سأقولها لكم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك من عمتك عليه وأبوء بزنبي فاخفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. تقول هذا الاستغفار تقول دعاء سيدة الاستغفار سبع مرات ثم بعد ذلك تقرأ هذه الصورة صورة الواقعة تقرأها سلاس مرات وبإذن الله سبحانه وتعالى تستمر على هذه الطريقة منها وإخلاص وصدق لله جل وعلا والله سترى عجبا وتقضى لك كل الحوائق ويرزقك الله برزق كثير ويرزقك بالفرح والسعادة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نمتم في خير